بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف مثال على التكرار أو اللوب راح نشوف مشكلة ونشوف يعني أو سؤال ونشوف من خلال السؤال هذا نتعرف على عدة أشياء أولا نتعرف على كيفية تحليل المشكلة التي تجينا والتعرف فيما إذا كانت تحتاج لوب أو لا كيف تعرف إن المشكلة حلها يحتاج لوب هذا شيء مهم جدا وشيء ثاني إذا كانت المشكلة تحتاج استخدام تكرار أو لوب كيف تستخدم التكرار طيب السؤال يقول لك أكتب برنامج يقوم بقراءة عدد من المستخدم صحيح موجب يعني integer positive integer ثم يقوم بطباعة العداد من صفر إلى العدد المدخل بين قوسين مع قوفين كالتالي برنامج يقوم بطباعة لك صفر بين قوسين كذا واحد اثنين إلين يصل إلى العدد المدخل طبعا من اليسار إلى اليمين الطباعة طيب خلنشوف كيف نحل المشكلة هذه أولا طبعا زي ما قلنا قبل راح نطبك مثال على المشكلة اللي قدامنا هذه الخطوة رقم واحد اللي هي sample run أو sample scenario خلنشوف الآن كيف المثال هذا المثال راح يكون بالشكل التالي يعني لو جاء الكفيتر حقيق راح يقول يقول أدخل عدد صحيح صحيح موجب بعد كذا راح المستخدم يدخل عدد ونخرض أنه يدخل مثلا خمسة مضبوط خلنحطه بلون ثاني أفضل المستخدم يدخل عدد خمسة بعد كذا برنامج راح يبدأ بطباعة الأعداد صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن هذا المثال على كيفية عمل البرنامج اللي أنت تسويه من خلال المثال هذا راح نستنتج أنه نحتاج variable هنا الvariable راح يكون integer لأنه أصلا محدد لك أدد صحيح موجب مضبوط فإذن نحتاج أن نعرف variable خلنا نقول مثلا نسمي أن الvariable هذا نقول أنه int فمثلا num مضبوط وهذا الرقم اللي راح نقرأ فيها القيمة المدخلة من المستخدم طيب الآن نجي الخطوة الثانية اللي هي تصميم algorithm و pseudo code الآن طيب كيف بتسويه انسى اللوبز الآن حاول أنك تعطي تكتب أوامر للكمبيوتر لتنفيذها مضبوط وش راح تقول؟ راح تقول أولا اقرأ العدد من المستخدم وهذا راح يقرأ العدد ويخزنه في نمو زين فإذن أول شيء اقرأ العدد من المستخدم بعدين رقم الثانين راح تقول اطبع قوس اللي سار هذا تمام؟ راح يكون char أو character ثم بعدين ثلاثة اطبع اطبع صفر بعدين أربعة اطبع القوس اللي مضبوط ثم خمسة اطبع انت الآن جالس تقول للكمبيوتر يعني اطبع قوس يسار ثم ستة اطبع العدد واحد سبعة اطبع قوس يمين وهكذا مضبوط من الواضح جدا أن ما عدا العبارة الأولى رقم واحد أو الأمر الأول والجملة الأولى أن الجملة هذه فيها نوع من التكرار مضبوط فيها نوع من التكرار إذن بداينا يعني زي ما نقولنا شم رائحة اللوب أو التكرار هنا زين لكن وش التكرار اللي عندنا الآن يجي الخطوة يمكن الثاني يمكن الأصعب هو ما هي طبيعة التكرار اللي راح نسويه كيف راح يكون التكرار هذا أولا خل نشوف الأشياء اللي تكررت بشكل واضح عندنا من الواضح جدا أنه الجملتين هذولي تكرر الجملة هذه تكررت هنا عندنا خل ما ليش خل حتى الجملة هذه تكررت أكثر من مرة زين راح تكرر هنا ولون استخدم مثلا لون آخر الجملة هذه تكررت أيضا هذه واضحة جدا مضبوط إذن التكرار لو فرضنا أنه هذه لو فرضنا أنه راح نحط نضع جملة تكرار خلنا نحطها مثلا على شكل كذا مربع الجملة هذه لو فرضنا أنه عندنا هذه جملة التكرار مضبوط هذه جملة التكرار جوه هنا فإنه من الواضح جدا أنه راح يكون فيها إطبع القوس هذا وإطبع القوس هذا لكن السؤال اللي بينهم هذي كيف نسويها اللي يطبع صفر يطبع واحد يطبع اثنين حتى نصل إلى إن مضبوط كيف نسوي الشي هذا هنا طبعا أخلا أحط هنا أرقام للتعليمات زين ممكن أو لا بدون أرقام حتى لأنها راح تكون جوه لو طيب هنا من الواضح أنه الآن بغلنا نفكر شوي كيف ممكن نحول هذه اللوب كيف ممكن نحولها تكرار زين إذا كنت توقع أوقف الفيديو وفكر شوي شيف كيف تحولها ثم بعد كده أكمل الفيديو طيب خلي شوف كيف نحولها زين اللي راح أسوي هو الشي التالي راح أقول أنه والله خلي أبعرف متغير في البداية مضبوط راح هنا أقول عرف متغير سي اسمه سي مثلا وضع 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 في القيمة صفر تمام ونكتبها بالعربي أغلاء زين وضع في القيمة صفر بعد كده هنا هذه الإبارة راح نخليها عبارتين مضبوط زد أو عفا أطبع قيمة سي زد قيمة سي بواحد صح طبع صفر ثم بعد كده زاد قيمة سي بواحد هنا هنا هذه راح تتحول إلى أمره أطبع قيمة سي وزد قيمة سي بواحد صح لما نقول أطبع قيمة سي بما أننا زدنا شف ما في لوب هنا شف جلسة تمشي الأوامر زي كده مضبوط ما في أي تكرار إلى الآن هذه بورا بعض الأوامر فرح يطبع قيمة سي اللي هي صفر ويزيدها واحد فصرت واحد هنا راح يطبع قيمة سي اللي هي واحد بدين يزيدها بواحد فصرت اثنين وهكذا إذن الآن استطحنا أن نلقى أوامر تتكرر زي ما كانت أطبع القوس هذا وقوس هذا تتكرر مضبوط كيف ستطعنا نسوي شيء هذا خلو نقول هنا 1.1 مضبوط بعد أن أضفنا الأمر هذا هذا الأمر مهم جدا هذا الأمر هو اللي أتاح لنا أن نسوي العملية هذه إذن نستطيعنا نجي نقول هذا شيء اللي تكرر هنا مضبوط خلق أقول أطبع قيمة C ثم هنا Z قيمة C بواحد مضبوط هنا أعطيها كذا هذه الأوامر أمر أمر الآن هذه هي اللوب ممكن تحط مثلا علامة مثلا معينة للدلالة على أن هذه هي اللوب مثلا ممكن تقول والله أحط علامة زي كذا مثلا زين دلالة على أن هذا اللوب إذن هذه هي اللوب وفي الحالة هذه راح نشطب على الأوامر هذه مضبوط لأنها راح تتكرر زين لكن يبقى أن الأمرين هذول اللي أنهم بره اللوب ما يتكرر إذن الآن عرفنا الأوامر اللي تتكرر والأوامر اللي ما تتكرر باقي أخيرا الحاجة الأخيرة وهي ما هو الشرط اللي راح يتكرر تتكرر على أساسه اللوب هذا الجزء الأخير مهم جدا لازم هنا فيه شي يقول يعني هنا توقف زين إذن ما هو الحارس حق اللوب اللي على أساسه راح تتكرر جملة راح تتكرر عملية راح تتكرر اللوب هذي مضبوط خلنا نكتب هنا نقول مثلا نقول ماذا أو طالما طالما إيش طالما أو خلنا نكتبها بالإنجليزي أو شمال لأخب طالما الس أصغر من زين أو يساوي لأننا نبغى نطبع مين الان أو نم عفوا نم صح ما هو الرقم المدخل راح يكون نم هنا راح يكون نم نضع كده نقول هذا نم زين فإذا طالما الس أصغر من أو يساوي نم فإنك كرر لي الجملة هذه هذا تكرار إذن شف الثلاثة أشياء التي ذكرناها سابقا عن الكاونتر قلنا أنه يجب أن الكاونتر يكون له قيمة ابتدائية فعلا وضعنا له قيمة ابتدائية اللي هي صفر هذا الشيء الأول الشيء الثاني يجب أن الكاونتر تزيد قيمته بكل مرة فعلا كل مرة نقول زيد قيمة الكاونتر بواحد والشيء الثالث قلنا لابد أنه فيه شرط نضمن أن الشرط هذا ينتفي في مرة من المرات بحيث يتوقف اللوب فعلا أن هذا الشرط اللي هو سي أصر من أو يساوي نم زيد الشيء الجديد هنا اللي ما شفنا يمكن سابقا أنه نم مدخلة من المستخدم أنه عدد مدخل من المستخدم فإذن اللوب هذي راح تتكرر عدد من المرات ما نعرفه كل مرة تنفذ فيه البرنامج على حسب الرقم اليادكية والمستخدم راح يكون عدد مرات التكرار زيد إذن استطعنا من خلال العملية التحليل هذه بناء الألغوريثم اللي عندنا وأول شيء بينناه بشكل متسلسل بدون لوب بعد كده لاحظنا أنه فيه عملية التكرار بعد كده حولنا الجزء المكرر إلى داخل لوب وعرفنا ما هو الشرط اللي على أساسه تتم عملية التكرار هذه تقريبا الفكرة بشكل عام ممكن تطبقها على تحتاج تطبقها على أكثر من مثال طبعا لاحظنا أنه كانت فكرة أنه نجيب عرف متغير سي وضع فيه قيمة صفر ثم بعدك إطبع سي وغلز قيمة سي بواحد الفكرة دي فكرة شوي يعني جبناها من راسنا مضبوط حسنا حسنا باللوب بعدين قلنا هل نحول برنامج اللوب جبنا الفكرة دي وهي اللي حولت البرنامج اللوب إذا نحتاج تفكر شوي اللوب أو التكرار يتميز في أنه يعني في بعض المرات كأنك أمام لغز فعلا يعني كأنك أمام puzzle أو لغز لما تيجي تحل البرنامج لكن مع كثرة الحل والتكرار إن شاء الله أنك راح يعني تتدرب وتبدأ تستوعب المسألة بشكل أفضل بكثير نشوف إن شاء الله في الفيديو القادم نفس البرنامج مكتوبا على لكن مكتوب في إكليبس لكن أتمنى أنك تتجرب تكتب البرنامج بنفسك وتنفذه بعد كده يشوف الفيديو القادم